بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة المواطنون التاسعة معكم الآن المقاتل الدكتور خالد العبيد نائب القادل عام قوات مسلحة وزير الدفاع في إطلالة خاصة الليلة عبر البغدادية سيادتكم السلام عليكم والشعب العراقي يستمع لكلمة أولى منكم تفضلوا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وعلى مشاهدي قناتكم الموقرة بهذه الليلة المباركة لا يسعني حقيقة إلا أن أسأل الله تعالى أن يرحم شهداء العراق جميعا وشهداء قواتنا المسلحة الباسلة بشكل خاص وأن يغفر لهم ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان إنه سبيع مجيب وأدعو العلي القدير أن يصلح شأننا ويهدينا إلى عمل الخير لعراقنا الحبيب وشعبنا الكريم إن شاء الله بإذن الله تعالى إذن في ستة كانون الثاني 2015 كان أول ظهور للمقاتل الدكتور خالد العبيدي واليوم بعد ثلاثة أعوام يطل مجددا في ظهور آخر عبر التاسعة ترقبوا ذلك الليل إن شاء الله أخواني الحقيقة بالنسبة للظواهر اللي دائما نلاحظها على القريق هي عندنا ظاهرة المسكة الحقيقية لمقود السيارة مقود السيارة أخوان أغلب الأخوة المواطنين تشوف دائما شي سوي يعني كلها فعالين يعني إحنا أخواني بيدا السبحة ولا وإحنا العسكرية ما ممكن أن يسبح بيدا السبحة ويسبح وإيدا اليمنى وين؟ إيدا اليمنى على مقود السيارة لاحظوا أخواني على مقود السيارة وهذا يسبح بيها هذه مواطنين ما كن نظم الدول العالم واحد يسبحوا بيدا المقود بجهة اليمنى أو بحضنة طفلة أخواني حتى نبين المسكة الصحيحة لمقود السيارة لاحظوا أخواني أولا أولا يكون الوقت سنتين إلى عشرة أو عشرة وعشرة إذن الرمز الوطني العراقي الأستاذ الكبير ابتهاجي لياور يطل عليكم بعد غياب لأكثر من عشرين عاما لأول مرة ترقبوا ذلك في يوم غد بإذن الله تعالى في التاسعة برعاية من النشروع العربي في العراق وشخص الأمير العام الشيخ خميس الخنجر يقيم مكتب الشباب بغداد حفلا احتفاليا بمناسبة تأسيس الجيش العراق الأغر وهذا هو اليوم تم تأكيد على مبدأ من مبادئ الشيخ خميس الخنجر كأمير عام لحزب المشروع العربي وللمشروع العربي بأننا داعمين ومساندين للجيش العراقي كمؤسسة عسكرية ولا مناص ولا خلاصة إلا بتكوين جيش وطني عراقي خالص وهذا هو مبدأنا وما نسير عليه في المشروع وفعالية الشباب حزب المشروع العربي للاحتفال بعيد الجيش ما زالت تتردد أصداؤها في أرجاء العاصمة بغداد واليوم نصد لكم أيضا ما تحدث به رئيس مكتب الشباب في حزب المشروع العربي الدكتور وسام العبيدي فترقبوا لك التفاتة المشروع العربي وبرعاية الأمين العام المشروع الشيخ خميس الخنجر في إقامة احتفال كبير في مدينة بغداد التفاتة في إقامة مثل هذا الحفل لم يسبق أي حزب من الأحزاب ولا أي جهة من الجهاد في إقامة مثل احتفال في بغداد اليوم كان هناك تجمع كبير شبابي نعلن فيه جزء من وفائنا لتضحيات هذا الجيش العراقي الباسل ايها الأخوة المواطنون لربما البعض يسألني يقول يا أخ أنوار يعني أنت من تقول فلان رمز وطني فلان رمز وطني زين مو هي الرموز الوطنية بس يعني رؤساء المناصب السيادية بالبلد فأنا أرج عليك كمواطن وأقول لأنت غلطان الرمز الوطني مو رئيس الجمهورية ولا رئيس البرلمان ولا رئيس الحكومة دولة خدام للشعب خدام خدم بمناصب عامة خدم والحكومات المحترمة حكومة خدمات مو حكومات تاج رأسك فذولة خدام أنا أتعامل ويامك خدام بالخدمة العامة من حقك مواطن لا يقشوك يا عراقي دولة خدامك تحاسبهم وتراقبهم أما الرموز الوطنية فهم الذين يرفعون اسم الوطن عالياً بين الشعوب الأخرى والأمم الرياضيين رموز وطني المقاتلين أولاً وأخيراً رموز وطنية وكذلك الشخصيات الاجتماعية المحترمة والفنانين والمثقفين هم ذو الرموز الوطن ففي يوم غد بإذن الله تعالى رمز وطني عراقي اجتماعي هو الأستاذ ابتهاجي لياور بعد غياب أكثر من عشرين عام وبصراحة أنا حتشيت وياه وآلمني لما عرفت مؤامرة شون ارتكبت بحقه من بعض اللي أنا بعضهم كتحترمهم كعلامين لكن لأسف سقطهم من نظري لأن أخوك إذا ما توقف وياه ما كدع تقول يا أبا أنا أمثل الشعب لا توقف وياه وتساني باتش أن نحكيكم القصة بالكامل بمناسبة عيد الشرطة العراقية لغر إذن الأستاذ ابتهاجي لياور يطل عليكم بالسلامة العامة لأول مرة أنا حقيقة والله عجبني هذا الفيديو اللي حتش به على المقود السيارة على الستيرين ما عرفنا هاي مال الساعة ثنتين إلى عشرة ما عرفش قد دعونا نشوف نذكر بها زمن المخرج أخواني الحقيقة بالنسبة للظواهر اللي دائما نلاحظها على القريق هي يدنا ظاهرة المسكة الحقيقية لمقود السيارة مقود السيارة اخوان أغلب الأخوة المواطنين اشوفه دائما كيف يسوي يعني كلنا عقاينم يعني إحلا اخواني بيدى السبحة ولا واحنا العسكرية ما ممكن أن نسبح بيدى السبحة ويسبح ويلة اليمنى وين إيدى اليمنى على مقود السيارة لاحوا اخوان على مقود السيارة وهالي يسبح بيها هالي موادت كل نظام دول العالم واحد يسبحوا في свой مقود بجهر الناس أو بحضن طفلة أخوانا حب أن أبين المسكة الصحيحة لمقود السيارة لعظوا أخواني أولا أولا تكون الوقت سنتين إلى عشرة أو عشرة وعشرة جيش أو شرطة أو عسكرية مصر نسبح عمي أستة شوف ميش دي يصير والله عمي سكوت سكوت لا تحكينا ما تحكينا إحنا تجايش بشي دي يصير دايش دي تشوف شرطتنا بعض ميش دي يصير حسبنا الله ونعمل وكي الدنيا تطلع لي قدام احنا نرجع لي وارا مثل الأسف حقيقة أصداء الاحتفالية اللي أقاموها الشباب العراقين والشباب أنا حستي بالله العظيم أنا حستي أنا الرياضيين الفنانين حستي أنا والشباب حستي أنا أنظر للشباب والله أفرح على أي نشاط لشاب أفرح وأوقف فيها هالسا عمي يقولون ليش لا والله عمي الشباب لأن هم صنع المستقبل وضمانة المستقبل فلما يكسبهم اليوم يلتخراسهم بالحياة خسران فأنا أكبر الذكاء اللي بقيادة المشهور العربي أنه فكروا شبابيا سواء زعيم المشروع الشيخ خميس الخنجر أو الدكتور وسامي العبيدي أو الأخ أحمد الهيتاوي أو الآخرين الوياء خجب الله اللقطات يعافي عليكم روحوا للشباب أصداء هذا النشاط الأول لأول حزب عراقي بعد تم إقرار قانون الأحزاب وتشكيل الأحزاب هذا أول حزب عراقي هذا سجل بستة واحد 2018 أول حزب عراقي مسجل طبقاً لقانون الأحزاب بالدولة العراقية يقيم هكذا ممارسة فعافي عليكم هذه الرسومات وأنا أنا تتمنى أن تنقل هذه مباشرة يعني هذه الممارسة كانت تنقل مباشرة حتى تسجل للتاريخ بأول احتفالية وسط بغداد من حزب مسجل رسمياً عدد من الضباط والمقاتلين وأيضاً عدد من السياسين وعدد من الفنانين وهذا المفرح وعدد من الرياضيين وعدد من الشخصيات الاجتماعية كشيوخ العشائر والسيدات والآنسات والشباب وعافي عليكم وهذا نشاط يحسب لكم يحسب لكم وإحنا مراقب لكم ترى وعافي علي ليش تغل صح نقول له صح ليش ما نقول له صح أما رئيس مكتب الشباب في حزب المشروع العربي الدكتور وسام العبيدي والدكتور وسام العبيدي للتاريخ أنا قبل ما اشتعب بس أنا أذكر يوم الليان مر علي بستوديو التاسعة بالألفين واربعطعش أنه أكو واحد مرشح في محافظة كاركوك اتعرض إلى محاولة اغتيال واتضح أنه هو هذا نفس الدكتور وسام العبيدي لأنه شاب لأنه أكاديمي لأنه مؤمن بأنه كاركوك عراق مصغر ومع ذلك رغم الاستهداف الإرهابي أول مخرج للمستشفى راح الكاركوك واستمر من كاركوك هم ذول اللي يصنعوا المستقبل هم ذول اللي يسوون التغيير حقيقي الزلم وإحنا محتاجين الزلم خلنس بعض الله إشقال الأخبار الفلوج التفاتة المشروع العربي وبرعاية الأمين العام المشروع الشيخ خميس الخنجر في إقامة احتفال كبير في مدينة بغداد التفاتة في إقامة مثل هذا الحفل لم يسبق أي حزب من الأحزاب ولا أي جهة من الجهاد في إقامة مثل احتفال في بغداد اليوم كان هناك تجمع كبير شبابي نعلن فيه جزء من وفائنا لتضحيات هذا الجيش العراقي الباسل الذي قدم أروع وسطر أروع صور التضحيات وصور البطولة والانتصارات المهم الله أنه يكون موضوع آخر يعني ولا ما رأت تحكي عليه بس شن سوى يعني مضطرين يعني أنا أنا بصراحة أرجع لأبناء شعبي العراقي الكريم أنا كمواطن فقير ابن الفقراء بسيط لا صدقون لا صدقون أي سياسي بالسلطة التنفيذية أو السلطة التشرعية يطلع يقول لكم سنحارب الفساد كذابي مو صادقي وفي مقدمته من أخي الدكتور حيدر اللعبادي مو صادقي وين تحاربوا الفساد تشذبون علينا لا تشذبون علينا أنتم مقدرة تحاربوا على الفساد وين عم تحاربوا الفساد بيما تحاربوا الفساد ها شو تتبادلوا الأدوار وتطلعون سنحارب سنضربوا البعض عم يا بعض يا بعض والله عم يتشذبون علينا والله عم يما مستعدين يحاربوا الفساد وتشذب تشذب تشذب وتحداهم اشو بهالشارب اذا قدمونا صماخ شبير للقضاء بهالشارب ما يسووها لا عم جاي يساومون أطيكم مثل بس يعني هي صارت شغلاتنا مثل شغلة المرشح الآن ما الاتحاد القوى مثلنا السامراء والله يا أخي أنا مثلنا السامراء ما عرف الله بينه وبينه الله ما بينه وبينه بس أتذكر جيدا بالألفين وثلاث عشر والفين واربعة عشر طلعوا عندي نواب في استوديو التاسع نفسه البرنامج وحشوا على فساد يتعلق بوزاة التربية وطباعة المناهج ومدري شنوه مدري شنوه وواحد منهم الله يذكره بالخير سيد بها العرجة عندي طلع قال لي أبشرك وأبشر أبناء شعبنا تم الآن اليوم اصدار أمر القاء قبض على متنف سامراء والله عميهم بلحشوها وطلعوا سياد سياد سنة وشيعة وحشوا هاي المعلومات وشو اليوم اختلفوا بعض يريده نائب وانا ذاك لهم سألت دكتور سني بجبر قلت لك ويش حتشي يقل لي ماكو يش حتشي ما عندي معلومات انه راح يصير بدال لإمتشر سامر رايش وش ب anyways رايز برلمانهم ما يحشي الصدق لعد من يحشي الصدق لها شغلتنا صارت مثل أفشل وزير تربية بتاريخ العراق اللي بتقديري ما قاريه لكتاب حتى مجلتي والمزمار من جنان جهان نقراه وما قاره وعمره بعمره محمد تيمين أفشل وزير التربية بتاريخ العراق أفشل وزير التربية بتاريخ العراق معماره من عمري زيان مجلة والمزمار ما قاريها ما رجل نحكي على الكتب الأخر لأنه ماكو واحد وزير كان وزير تربية يطلع بلقاء تلفزيوني ويا الزميل الإعلامي عماد العبادي ويسأل على موضوع شوف يشي يجاوبه وشو نربط جوابه باللي جاي نحكي عنا اليوم شوف قنسلك عن موضوع شركة سيركو البريطانية نعم من اللي يريد العقد بالضبط هذه عقده منغل على محيار هذه عقده منغل على محيار هذه عقده منغل على محيار ايبا حسنا قولكلي منغل على محيار ما عرف هي هي علينا مدى تركب ما عرف هذا الاصرار بالله عليك كان عندك عربانة نفط يجره أحمر له حصان مع الاحترام لعدم عربانة نفط لو 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 وزير التربية بلا عليك شيء من شرطي مع الاحترام للبن شرطية لو شرط وزير التربية شيء ذا من اغغر على محير يا عم يتعلم اقرؤ يا عم مستحوا اخجلوا لكم انتم شدوا وزراء من اغغر على محير بلا هاي لغة وزير التربية من يطم روحة ليصير سياسة بهال بلد والله عم يبترض يطم روحة والله يبترض يخجل واحد يقول انا السياسة والله يبترض منها النماذج يجد يشوفه فشغلت مثلنا السامرة يطلع اعتياجة مع الله ما بينه وبينه شغلت افشل وزير التربية منغل القضية على محيره يتم استدعاء السيد مثلنا عبدالصمد لأداء القسم بالجلسة رقم اثنيا موجود السيدات والسادة قبل كل شيء قبل الحديث اطلب من النائب صلاح الجبوري وبعد ذلك النائب خلف عبدالصمد يدلي برأيه فاني ما عندي غلط تعليقه اما ما رقع انسى الله يخليك انا والله ما خاف بس من رب العالمين ولا خجل الا من الحق وعين عيون صقر باي واحد بس الشغلة نظر على محير منهيتش مستوى وقيس تحية جيشنا بعيدة الاغار وشرطتنا الوطنية لانهما الامل لما كدنا نفقد الامل اشتركوا في القناة 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 استوديو التاسعة المقاتل الدكتور خالد العبيدي عندما استؤذر وزيرا للدفاع وقدم رؤية من اجل النهوض بواقع المؤسسة العسكرية وبرغم كل ما حدث طوال هذه الاعوام الثلاثة وما تعرضت له المؤسسة العسكرية او تعرض له شخص الدكتور خالد العبيدي من مؤامرة واضحة لانه كشف ملفات الفساد وتحمل مسؤولية ذلك لكنه مارس دوره الوطني بانه كشف ذلك داخل البرلمان وتوجه للقضاء خالد العبيدي لم يبتعد عن الناس لان الابتعاد عن الناس هو القضاء على كل تاريخه وبالتالي القضاء على مستقبله فاستمر متواصلا مع الناس من بغداد الى كل المحافظات وعندما تحررت مدينته الموصل الحدباء كان اول الواصلين اليها والمتفقدين للاحوالها والعارفين بشؤولها بل انني تفاجأت باكثر من مرة ان اسأل عنه فيقولوا لي انه هو موجود الان بالموصل ببيته بالموصل استغربت يتش رجع الموصل لكن اللي يريد يبني لو يقعد بخرابة لو يقعد ببقايا بيت لكن يبقى ويا ناسا ويا هلا حتى يحسسهم بالامل والامان هاي لقطات قبل ايام وللتاريخ الدكتور خادر عبيدي التقينا في اول حلقة من الستوديو التاسعة بموسمه عند عودتنا يوم 24 اربعة ما احنا رجعنا 24 اربعة يجب المخرج انتهم ناسي 2016 واليوم للمرة الثانية هو ضيف كريم في التاسعة دكتور خادر عبيدي حياكم الله وكل عامل وانتم بخير والكلمة الاولى لكم امام شعبنا العراقي وابنائكم واخوانكم في المؤسسة العسكرية بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك اخي الكريم استاذ انور وتحية لكل مشاهدي قناتكم الموقرة الله يحرسك ولشعبنا العراقي الكريم وحقيقة بودي ان انتهز هذه الفرصة لأقدم للشعب العراقي بشكل عام والمؤسسة العسكرية بشكل خاص وكل القوات الامنية التي شاركت في دحر داعش وحققت الانتصار العسكري الكبير وتحية وتهنئ حارة الى جيشنا العراقي الباسل في ذكرى تأسيسه السابعة والتسعين واسأل الله ان يبقى هذا الجيش درعا قويا يدافع عن الوطن والمواطن العراقي من اي تدخلات او اخطار خارجية محدقة بهم باذن الله تعالى بوجودكم وجود كل الابطال بالمؤسسة العسكرية من قادة وضباط سواء انتم الان يعني ربما بعيدون عن المؤسسة او بن فيها ايضا الجميع يعني المؤسسة العسكرية حقيقة صدق شرف العراقي يعني واحد من يقول الجيش شرف يعني حقيقة هذه نعم حقيقة استاذ انوراني لست ببعيد عن المؤسسة العسكرية واعتقد الاحتفالات بمناسبة ستة كانون وعيد الجيش فيها دلالات كبيرة جدا وهذه الاحتفالات معنا عميق ودلالات واضحة بشكل كبير فجيش العراقي معروف تاريخيا منذ تأسيسه منذ سنة 21 ومن اول وزير دفاع وهو الفريق جعفر العسكري والتشكيل الاول هو فوج الامام موسى الكاظم عليه السلام جيش عريق ذو هيبة وكما هو معروف فان هيبة الدول بهيبة جيوشها وهذا الكلام ينسحب على الدولة العراقية بشكل اكيد طبعا اذا استذكرنا ستة كانون وتأسيس عيد الجيش العراقي اكيد في هذه المناسبة يجب ان نستذكر بقوة وبكبرياء شجاعة والمقاتلين الابطال الذين قاتلوا في كل المعارك التي خاضها الجيش العراقي على مدى التاريخ وضد كل اعداء العراق وشعبه وارضه وبهذه المناسبة ايضا لا يسعني الا ان ادعو لشهداء الجيش العراقي بالرحمة والمغفرة وللجرحة بالشفاء العاجل هذه الذكرة تستحق الوقوف ولها دلالات واضحة كبيرة لدى الشعب العراقي نعم يعني دكتور اذا ريد نسألك يعني بما ان احنا مخصصنا هذا الاسبوع حقيقة لاعادة وهج المناسبة عد كل عراقي بان يكون بالفعل عيد وطني هو عيد الجيش يعني اذا نسأل يعني حضرتك اتوجهت للمؤسسة العسكرية يعني حبا بيها بضغط من العائلة لانه انت من الموصل يعني احنا نعرف المصلاوين يعني محبين للمؤسسة العسكرية حتى يقول لك قبل الشاب المصلاوية تقول له ابوها تقول له لو ملازم لو ما لازم يعني لو تتزوج ضابط لو ما تتزوج المصلاوية فهل هذا شلو شلو هي الاسباب الحقيقية اللي خلتك تتوجه المؤسسة العسكرية نستذكر التاريخ لياك كثير من عندها من اللي ذكرتها اكيد طبعا تعلم جيدا انه مدينة الموصل الان موجود فيها يعني الى سنة 2003 ما يقارب 26 الف ضابط وهي اكبر مدينة تحتوي على عدد ضباط من الجيش العراقي والقادة هذا طبعا اكيد بطبيعته مؤثر انا ايضا اخواني عسكريين ومعظم اقاربي من العسكر والمحيط بشكل عام والاجواء في الموصل اجواء عسكرية ومدينة الموصل يعني نادرا ما تشوف في البيت اما لو عسكري او استاذ او طبيب او مهندس يعني مدينة تحب الانضباط العالي والمدنية العالية واني طبعا ايضا كان معدلي اهني ان ادرس الهندسة ولهذا ذهبت في بعثة في هندسة الطائرات ورحت الى المجال العسكري ومزجت بين التخصص الهندسي وبين الحب المؤسسة العسكري طبعا بالتخصص العسكري والمدني نعم يعني من رحت رحت الى بعثة هندسة الطائرات على ملاك القوة الجوية العراقية وكل مسيرتي وعملي كانت ضمن القوة الجوية العراقية وكانت حقيقة مسيرة مشرفة جدا واستمتعت في عملي في القوة الجوية العراقية لأن كنت أحس أنه نقدم خدمة كبيرة إلى العراق وكمقاتل ضمن قواتنا المسلحة البطلة نعم يا دكتور الآن نسأل عن الموصل حاليا يعني أنا والله مستغرب شون جاي تروح الموصل يعني الموصل هسا بيه كهرباء بيه مي يعني شون مفرح الحياة بحيث أنت بتواجد هناك يعني بين الناس طبعا حقيقة وضع الموصل تشوفه في جانبين استاذ أنور حتى نكون منصفين في حالة ممكن أن تصيبك السعادة ولحظات أخرى يصيبك الحزن سعادة أنه فعلا تمكنت قواتنا الأمنية البطلة بتضحيات كبيرة وإعطاء دماء وشهداء وكذلك من أهالي مدينة الموصل أن تدحر الإرهاب وتخلص من الفكر المتطرف اللي كان مسيطرة على المدينة بالمقابل ترى حجم الدمار الكبير اللي صاب مدينة الموصل هذا مأساوي ومؤلم طبعا ووضع النازحين ولكن أنا وجودي في الموصل أعتقد هو واجب وطني وأخلاقي وديني أنا ابن مدينة الموصل مدينة الموصل هي اللي علمتنا وهي اللي تربينا فيها في مدارسها في جامعاتها في شوارعها ومدارسها ولأهل الموصل حق كثير علينا فأعتقد التواجد في الموصل ومع أبناء الموصل هو ضرورة وخاصة في هذا الوضع الذي يشهد تردي كبير في مدينة الموصل مع الأسف الشديد يعني رغم التضحيات ورغم ما أعطت القوات الأمنية من تضحيات ورغم قراب ولكن مع الأسف الشديد لا يوجد خطوة في مجال الإعمار وفي مجال البناء وفي مجال الخدمات إلى الأمام طبعا واضح جدا أن المدينة تفتقد إلى قيادة مخلصة قادرة على إدارتها بالشكل الصحيح وهذا ما نوهنا عنا أمام أكثر المسؤولين في الدولة العراقية وكذلك المجتمع الدولي طبعا تحتاج الموصل تحتاج إلى إمكانيات كبيرة سواء في الأموال في القيادة في مساعدات دولية في كل شيء لكي تعيد نفسها والتحدي الأكبر في مدينة الموصل الحقيقة هو موضوع النازحين وموضوع المناطق التي دمرت بشكل كامل وهذا يجب أن تبذل الدولة العراقية جهود كبيرة من أجل التغلب على هذه المشكلة نعم لكن يا دكتور أكو عتب مستمر على الرجال العمال أو المتمكنين من الموصل ولا حقيقة المرات والله توصلني الرسائل فأطلع بحرق أحتي على الهوى يعني ليش ليش يعني المصالوة هم يعني أكثر الشخصيات اللي عده رؤوس أموال وعده استثمارات من الخارج وما من الموصل يعني زي ليش ما يستثمروها يعني معقولة ما يطلع عندنا رفيق الحريري بن الموصل مثلا مثل ما رفيق الحريري جاب في ليساته وعلاقاته وجاب بنا بيروت زي شير يمنع يطلع شخصية مصلاوية بن الموصل نعم أستاذ أنور أنا ذكرت لك واضح جدا سؤالك وأنا أيدك في هذا الموضوع ولكن ليس من باب الدفاع على الناس الميسورين في الموصل أهل الموصل يحتاجون إلى ناس أو قيار يثقون بها لكي يتعاملوا معها وبالتالي يدعموها بالدليل أنه في الجانب الأيسر لمدينة الموصل لأنه حجم الدمار قليل ولا تحتاج إلى حقيقة إلى شخص يكون مسؤول عنها بشكل كبير ويقدم شيء استطاع أهل المدينة الموصل من أعمار مدينتهم بنفسهم طبعا ترى دور الحكومة المحلية كان محدود جدا في تقديم القدمات سواء على مستوى التنظيف والبناء وفتح المحلات وإصرارهم على عودة الحياة إلى المدينة كانت هو بإصرار أبن مدينة الموصل وتحديدا في الجانب الأيسر طبعا الجانب الأيمن هو الجانب الذي فيه المأساة المدمر ابن مدينة الموصل أنا متأكد وواثق من هذا الكلام وهذا الكلام تكلمته أمام مسؤولين كثيرين في الدولة العراقية لو كان هناك في مدينة الموصل قيادة يثقون بها أبناء الموصل وأهل الموصل وأغنياء الموصل لقدموا كل ما يستطيعون من أجل بناء مدينتهم وأعتقد كان حتى ليفكرون بالاعتماد على الحكومة المركزية أو المحلية ولكن عندما يلمس المواطن بأنه حتى المبالغ التي تحصل عليها الحكومة المحلية من الحكومة المركزية والمساعدات الدولية تذهب سدى وتذهب في مهب الريح وفي جيوب الفاسدين فأكيد لا يوجد استعداد للمساعدة في هذا المجال فأني من خلال قناتكم وكلام قلت لك متكلم به أناشد الحكومة المركزية يجب الاتفاة إلى الموصل ويجب تهيئة قيادات تستطيع أن تقود الموصل بالشكل الصحيح حتى ولو في بعض الأحوال يتكلمون أنه الفترة قليلة خمسة أشهر يجب أن نتحمل هذا الوضع أنا ليس مع هذا خمسة أشهر إذا جاء قائد وقيادة قوية وحكيمة وقادرة على النهوض بمسؤولياتها أعتقد تستطيع أن تحقق شيء لأهالي الموصل وأمامنا مثل أتكلم لك عنه هو الأخ الدكتور مزاحم الخياط رئيس جامعة الموصل رجل متمكن يقدم الكثير ولكن بدون إعلام ولكن صلاحيات قليلة وإمكانيات المالية أيضا محدودة أعتقد هذا الشخص لو أختير كمحافظ أو أعطي مسؤولية وصلاحيات أوسع قادر أن يحقق شيء وهو شخص جدا حريص على مدينة الموصل ويحب نينة وكلها وليس فقط الموصل وأني واثق أنه قادر أن يغير وضع في مدينة الموصل خلال فترة قصيرة جدا لكن يا دكتور هذا عكس التوقعات يعني لما صار كلام قبل شهر تقريبا على إبعاد المحافظ يعني اللي تم تداولة أنه تم طرح اسم حضرتك أن تكون أنت المحافظ يعني أنت مو ببالك تكون محافظ يعني ترفض هيك فكرة لو طرحت عليك الموضوع طرح أستاذ أنور وأني بالنسبة لمدينة الموصل ومحافظة نينة وتحديدا ليس فقط محافظ أي موقع يرتأوا أهل نينة والموصل أن أقدم لهم خدمة بي أنا حاضر وأتشرف بهذا الموقع ليس فقط محافظ أي مكان ولكن هناك تعلم أنت التوافقات السياسية والقسم من أصحاب المصالح والمواقف السياسية اللي بالضد فأني حقيقة ما أريد أفرض نفسي في هكذا أجواء ولكن إذا أكو توافق سياسي وأهل نينة والموصل والحكومة المركزية وكل المعنيين في الأمر أنه أن أكون محافظ وأتصدى لهذه المسؤولية فشرف لي أن أكون خادم لمحافظة نينة وأبناء نينة وأبناء محافظة نينة ويستحقون من الكثير ونينة دفع الثمن غالي غير مسؤول عنه ويجب أن تعوض هذا الثمن وأني على العكس مستعد لتصدي لأي موقع يخدم أهالي نينة طيب يا دكتور يعني الآن بنفسه راح الدكتور سليم الجبوري حتى يتعرف على أحوال محافظة الموصل أو محافظة نينة ومديد الموصل عفوا يعني علماً للمواطنين طلعوا حقيقةً للمالتقاهم وزعلوا عليه خاصةً عوائل المحتجزين والمعتقلين والمهدم بيوتهم بالله الزم المخرج إذا جتنا المادة ياريت حتى منذكر بها لكن إنت شون شفت الناس يعني سليم الجبوري من راح راح زيارة انتخابية ولا راح زيارة بالفعل حتى يتعرف على حوال أهل الموصل والله أعتقد أنتو كأعلاميين قادرين أن تقيمون الزيارة أفضل من عندي ولكن وضع مدينة الموصل واضح للجميع والكل يعلم بمعاناة الموصل فأعتقد حتى بدون زيارات ممكن أن يستطلعوا وضع الموصل والموصل لا تحتاج إلى زيارات وتنظير وكلام الموصل تحتاج إلى خطوات عملية الموصل تحتاج إلى رجال إلى قادة يتصدون للمسؤولية ويقودوها بالشكل الصحيح الموصل تحتاج إلى قيادات تثق بها أهل نينو والموصل هس المواطن في مدينة الموصل عندما يصبح عندها فد مشكلة ما يدري إلى وين يتوجه لأن يحس أن المدينة سائبة لا يوجد فيها قيادة على الإطلاق وهذا مشكلة وأنت فعلا ملاحظ وأعتقد كل المواطنين العراقيين وحتى الإخوان في بغداد أن حالة الصراع الموجودة ما بين مجلس المحافظة والمحافظ تقريبا مستمرة ومدوجزة وفقط هو هذا الموضوع اللي شاغل الحكومة المحلية بمجلسها وإدارتها أما المواطن ومشاكله ومعاناته فغائب تماما طيب لكن أنا إذا تسمح لي أنا أقيمها يعني بما أن حضرتك يعني كرجل دولة تحسبها حساب دقيق لك أنا كمواطن فقير أحسب أن الزيارة لم تكن موفقة لأنه المواطنين اللي شفناهم اللي تم إبعادهم ما شان حل يعني هذا مو يعني إحنا نبهناه من إجاة دكتور سليم وقلت لها ليش صار الشكل ويا المرأة ارجع لي زمن مخرج حتى تنحسب الكلمة عليها آني بس تعليه أطلع على الصورة واحدة تعليه عليه ليش بدياله قلت لها ليش بدياله المرأة اللي ناشدتها قل يا با اعتذرت منها ودزيت عليه زين دول المصال ويا دكتور سليم دزيت عليهم وحجيتوا إياهم شوفهم يا با الله ما يص happening اسماء موجودة كلها اسماء موجودة عنها بازم رضعا رضعا بالله احنا على بقتاد متار المتنى الغازية عرض السافر يأتي الحناب موجودة اسماء رضعا موقع مغانا بطيرات يقول لك جهاز الأمنيات بحاجة يدير النبال يطلع يونف لال يقول ما موجودين ما نجينا يشي ما قابل جماعية قابل يمن يشترع للانقراط هما يستلم تجيبون أخذ موبايل ولا ما أكد أجيب الموبايل أقول استلم تجيبوني تجربة موبايل بلقاء كسر للباق لجهاز يكسر أكد أنه صديق وبعد يشتر لقد قلت عين لقد قلت شون كسرو جهاز ما أخذ بسفورة قاد طيب لعدة ليش رايح المنصدة ما تلتق الناس ما تلز تريد على نوفر العاقوب أخويا دكتور سليم بو يدز علي أمك عجليا بو يدز علي أمك يجرد حشكيا غربية وشرجية تريد المحافظ تلز علي أمك بس تريد تروح للناس لازم تلتق الناس مش هالي فايلاتهم وضيم الله وضيم القهر اللي بيهم ونت حضرتك جايهم وحمايتك تدفع بحرام أخي حرام المسؤولية موهج لو همين حورا مدرب نغلة أنا حقيقة يا دكتور أنا حجيت اللي عندي أنا على مسؤولي حضرتك ما لك داخل بي لكن أردسأل حقيقة يا دكتور أنت عملت على النهوض بالمؤسسة العسكرية في نفس الوقت أكو بعض الإجراءات التي يقال أن دكتور خالد لم يكملها ومنها من شفنا أم الشهيد على النداوي اللي التقت حضرتك وأنت وعدتها أن تكملها كل الإجراءات بعدين إلى الآن لا حصلوا على حقوق تقاعدية بعد أكثر من سنتين لا حصلوا على قطعة أرض وطلع أخو الشهيد نداوي تحدث بعض الموضوع هل بالفعل سيادتك المشكلة يمك لو يم أمينة بغدان؟ يريد على هو أن أسألك والله أشكرك جدا طبعا أنا أشكرك على هذا السؤال وأنت محق فيه جدا لأن حقيقة هاي الطبقة وذوي الشهداء كل ما نقدم لهم أعتقد لا نوفي لهم شيء مما يخسروا وأني ما من باب التبجح أو الكلام غير الدقيق ولكن أدما جيت إلى وزارة الدفاع والله كانت وضعية عوائل الشهداء يعني أصلا معيبة أن تتكلم فيها إلى مدى الابتزاز اللي وصلت من أجل الوصول إلى حقوقهم ولكن قمنا بإجراءات حقيقة بمساعدة كثير من أخوان الضباط بهذا الاتجاه وأول إجراء شكلنا أمانة سر خاصة تأنا بشؤون الشهداء والجرح الحرب وهذا كانت موجودة والتقيت بهم عدة لقاءات وصدرنا لهم حتى باجات وهويات خاصة بحيث يدخلون إلى الوزارة وإلى المكان المطلوب بدون أي عوائق أو موانع لأن كانوا أصلا يمنعهم يعني تجي آني في مرة من المرات إذا الوقت يسمح التقيت بزوجة شهيد والله العظيم كان موقف مؤلم أبدا ما يروح من بالي دائما أذكره ستة أشهر تراجع في باب استعلامات الوزارة حتى تحصل الحقوق حقوق الشهيد زوجها تدري كانوا قسم مع الأسف من الموجودين من الفاسدين يساهمون هذه المرأة سواء بالمال أو بمواضيع أخرى من أجل فقط أن يدخلوا إلى الوزارة أن يتحقق على حصولها يعني إلى هذا الحد وصل فأحنا قمنا بهذه الإجراءات وموجود من أكفى الضباط اللي خليناهم في أمانة سر الشهداء وهي جهة مسؤولة كاملا عن متابعة شهون الشهداء بعيد الشهيد عندما يصل إلى المستشفى ويصل أهله لاستلمون جثة الشهيد من مستشفى المثنى مباشرة يستلم مبلغ مالي لأجل القيام بواجب العزاء والفاتحة المطلوبة لهذا الشهيد ومن ثم استحقاقات مادية أخرى هذه مقرة من مجلس الوزراء من الدولة العراقية يجب أن يستلمه وفعلا يستلمه وماكو أعتقد تأخير في هذا الموضوع بس يقال إلى الآن ماكو يقال حاليا ماكو يتشي يعني ماكو يتشي بالعكس البرادات تبقى مال الشهداء يعني إلى مدة طويل والله والله أنا هسا حاليا حاليا ما متابع الموضوع بس في وقتي كنتم خلي مندوب في المستشفى بحيث ينطيني الموقف مباشر تلفونيا وما أحد حتى يعرفه طبعا بشكل مقبي ينطيني الموقف يقول لي هلقى الجثة وهلقى الموجود ومرات أروحهم في زيارات مفاجئة في أوقات مختلفة في الليل وما أحد يعرف بهذا الموضوع هاي أول مرة أتكلم به بس ما أتكلم عن الشخص من وأتابع أنه هلأ عائلة الشهيد أجت أو وصلت كم جثة موجودة في الثلاجات وأطمئن على الموضوع وأرجع لأن أنا أعتبر التقصير تجاه هذه الطبقة والشهداء هو حقيقة جريمة بحق عوائل الشهداء والشهداء هؤلاء الناس يضحون في دماؤهم من أجل أننا نعيش فكيف ما نجازيهم بأفضل المجازات يعني هذا أعتقد موضوع أخلاقي موضوع إنساني ودكتور بالنسبة لعائلة الشهيد الندالي الموضوع اللي فيه إشكال يعني لو نعرض اللقطات موضوع طبعا في وقتها دققت على الموضوع دققت على الموضوع هاي والدة الشهيد الموضوع أنه نعم نحن نكتب نكتب إلى الدوائر المعنية مثلا إذا في بغداد إلى أمانة بغداد أو الدوائر البلدية في بغداد ونذكر لهم بأن هؤلاء عائلة شهيد ومن استحقاقهم أن يستلمون قطعة أرض في المكان اللي تخصصها البلد طبعا ليس فقط في بغداد ولكن في معظم محافظات العراقية عندما تروح عائلة الشهيد وعدهم كتاب بأنه هو شهيد من وزارة الدفاع ومن استحقاقه وقرار مجلس الوزراء يفرض على هذه البلدية أو المحافظة أن يمنحهم قطعة أرض يكون الجواب أنه لا تتوفر في الوقت الحاضر قطعة أرض وهذا ما حصل مع عائلة الشهيد النداوي الذي يستحق أكثر من قطعة أرض هذا رجل هذا بطل من أبطال الجيش العراق وأنا في وقتها أقمناه لتمثال أمام باب الوزارة وكان هذا أقل شيئا قدم إلى وحقيقة يستحق قطع أراضي وليس قطع يعني يمكن يمكن إذا أحد الإخوان المسؤولين اللي عندهم قطع أراضي وشوية يتحرك ضميره حاليا يقدر يتبرع لبنصف قطعة أرض من الأراضي اللي اخذوها في أوقات سابقة وعدهم آلاف الأمتار من الأراضي حسبنا الله لأن العائلة تستحق وأني أوجهه لهم مناشدة وأقسم بالله لو كان عندي قطعة أرض سواء في الموصل أو في بغداد لأنطيها لعائلة هذا الشيء الله والله والله يعني أنه فعلا يستحق للأسف للأسف وصلنا لهالحال يعني أنا أريد يعني أتمنى يعني المسؤولين يفكرون بيه أنه يا أخي عدنا ثلاثة أربع نقاع صحراء لكن الآن قهرني شيء آخر البال حقريت يعني مقالة مهمة للكاتب العراقي الكبير الأستاذ أحمد صبري وفاجئني الأستاذ أحمد صبري أنه كاتب أنه وزيرة الصحة الحالية مقترحة أن وزارة الدفاع بمبناءها القديم تتحول إلى مستشفى زيني يا دكتور أنا أريد أسألك كوزير الدفاع بفترة مهمة من تاريخ العراق يعني هذا منطقي بلا عليك وانت درست بأمريكا وافتريت العالم يعني إحنا نسوي المبنى نسوي مستشفى لو نحتفظ بهذا الأجيال هذا شهد سقوط الملكية وسقوط عبد الكريم قاسم والأحداث كلها التاريخية اللي مرت على العراق يعني هل هذا منطقي نسوي الباب معظم نسوي مستشفى هذا المبنى والله أنا طبعا أول مرة أسمع هذا المبنى والله أنا نعم نفس الشيء قريت الأستاذ حفظ صبر ولكن أعتقد مع احترامي للأخت الوزيرة الالكتورة يعني ليس من المنطق أن تقدم هكذا مقترح لأنه أولا كموقع أعتقد هي المكان غير صالحة وهي مشغولة من قبل أكثر دوائر وزارة الدفاع يعني خلصة بغدال ما بقى بيها مكان إلا هذا لا عدهم مستشفيات أخرى وإحنا كنا مقترحين في فترة من الفترات مستشفى مثلا مستشفى حمال الشاب كانت سابقا موجودة بالفعل مستشفى القوات الجوية الموجودة في الرستمية مستشفى القوات الجوية الموجودة في الرستمية هذه متروكة وصار لها سنين وأي قطعة أرض مستشفى القوات المسلحة الموجودة في وسط بغداد واللي هم أثير عليها لغط وفيها ملفات فساد هذه مستشفى عملاقة تأخذ أربعمائة سريق من الـ 2009 تم التعاقد عليها والمفروض تستلم في الـ 2013 وجيت آني وحاولت بكل قوة أنه فقط أكمل هذه المستشفى من أجل أن تستفاد منها القوات المسلحة وأيضا ما استطعت أن أطلع بنتيجة بسبب التدخلات وملفات الفساد الكبير اللي تحيط بهذا الموضوع ولا زالت في وسط بغداد في مكان نادي القوة الجوية القديم وممكن أن تكون من أرقى المستشفيات خلي يسعون في إكمال هذه المستشفى أعتقد راح تصد نقص كبير القوات المسلحة العراقية ما تحتاج كلها حتى الداخلية والله يا دكتورك وحشايب قل برد يقول لك هتا وصلت للبرلمان وكشفت ملفاتهم يا أخي دي سوي انقلاب عسكري وقلبها عليهم ما تقول ليش جاك والله العظيم يعني شلو اللي فاتك والله العظيم شلو اللي فاتك اقلبها عليهم يا أخي لا احنا احنا والله لو قلبها عليهم ولازمهم قاضبهم ومن نذاناتهم ومن نذاناتهم وممديهم وممديهم معتقنهم والله كان أصلحت العراق سوي انقلاب يا أخي انقلب عليهم كلهم شلو القصة شلو من منعك بالتاريخ هاي قلبها حجة ديكيا جئنا في عملية سياسية مؤمنين في النهج الديمقراطي في التداول السلبي للسلطة وهذا ليس في حقيقة في خياراتنا ولا في باننا وأعتقد ليس من الصحيح أن نفكر بهذه الطريقة ولكن أمامنا الآن فرصة كبيرة أمامنا انتخابات قادمة والشعب العراقي أعتقد الآن عند وعي أنا دائما أسمي وعي نوعي لم أراه من قبل وممكن أن يختار الناس الأصلح ويستبعد هؤلاء الفاسدين وممكن أن يصيد تغيير وممكن أن تشكل حكومة وطنية بعيدة عن المحاصصة والطائفية حكومة كفوءة قادرة على النهوض بأعبائها وتعيد للمواطن العراقي كرامته وإلا ما عايزنا شيء آخر وما بقى شيء للانتخابات خمسة أشهر وإذا العراقيين أصروا واتخذوا القرار الصحيح واختاروا الاختيار الصحيح أعتقد قادرين أن ننقذ البلد في هذه الفرصة الأخيرة اللي أعتبرها مفصلية في تاريخ العراق نعم طب يا دكتور بصراحة يعني الآن هسا مواجهتك للفاسدين يعني وقفت بها هدنة فاتح صفحة جديدة تخليت على الموضوع لو بعدك مستمر يعني ما كو يعني مرات تطلع عندنا أم حسين سيدة علي نصيف تقول والله شتكيت والله قمت الدعوة بس ما ندري يعني هسا وين راح الأمور يعني بمواجهتك للفساد وقفت أجلت متاح الصفحة جديدة أستاذ أنور أنا أنا هذا الطريق سلكته وأحد الإخوان كان قريب يمي في وقتها من اتكلمت في البرلمان قال لي هو كان ضابط وأنا احترمه جدا يا لسيدي أنت اختطت الطريق الصعب يطلعني أعرف وأتحمل كل النتائج وهذا الطريق سلكته ولن أتراجع عن ومستمر بقدر ما يسمح لي يعني وضعي أن أكافح الفساد والفاسدين وهم طبعا حاولوا يعني حاولوا محاولات عديدة وكثيرة وكان ولو كان استطاعوا أن يحصلوا على أي دليل ضدي ما كان أبدا قصروا شيء تجاهي ولكن الحمد لله أغلب الأمور أكثرها يعني تقريبا ما عندي فد موضوع معلق حاليا في القضاء وأني إذا أي موضوع في القضاء موجود أنا أبدا ما عندي أي تردد أحضر في أي وقت ومسؤول عن أي توقيع وقعت وأنا وزير في وزارة الدفاع وواثق من نفسي أنه لن أتجاوز على القانون ممكن أن تكون مخالفات إدارية بسيطة ولكن فساد ومواضيع أخرى أنا واثق من نفسي 100% وخلي يتكلمون ما يشاءون مرات يتكلمون نوامر قبض منع سفر كل هذا كذب ونوع من التسقيط السياسي وحقيقة يحسون بوجود شعبي بمحبة شعب باحترام شعب إلى هذا الشخص ولهذا السبب يحاولون أن يشاهون الصورة بهذه الطريقة ولكن أنا ما مكترث أنا مستمر في طريقي ومختار الطريق الصحيح وإن شاء الله في نيتنا تحالف مع شخصيات وطنية مهمة في العمل السياسي المستقبلي واثق أنا من أداءهم واثق من أنهم حريصين على البلد وإذا اتفقنا ودخلنا في هذا المشروع أعتقد قادرين أن ننقذ البلد في الوقت قريب إن شاء الله بس هما بعدهم نفسهم الأعداء ما حد منهم يعني فتح صفحة جديدة وياك مثلا لو بعدهم على نفس نهجهم لا هما طبعا لا لا طبعا طبعا يحاولون يحاولون حقيقة يحاولون أن يصفون الأمور بس أنا اللي أنا اللي متخذ موقف لأنه أنا بصراحة مو موضوع خلاف شخصي يا عفيا ولكن خلاف من حيث المبدأ أنا لن أسمح لنفسي أن أتعامل مع فاسد وسرق أموال الشعب العراق مهما تكون النتائج عفيا عليك والله ما يعني أقول لك آخر شيء آخر شيء استاذ أنور حتى أم هاي المواطن العراقي يعرفها من خلالكم آخر شيء أثاره علي موضوع مسائلة وعدالة تصور أنت شخص نه دخل في البرلمان في انتخابات سابقة ما علي مسائلة وعدالة اشتغل وزير دفاع سنتيل ماكو مسائلة وعدالة حسا قبل الانتخابات أثارها موضوع المسائلة وعدالة ولكن الحمد لله ايش عندك مساءلة وعدالة لقد كان عادل ومنصف ش عندك مساءلة وعدالة والله طول عمرك بتوالي بالمؤسسة العسكرية هذا النوت ضمن التكريم العام النوط بالمرسوم 120 على أساس هذا النوط اللي عنده صار عنده إثراء على المال العام وطبعا هذا في وقتها إيجا بالإثمانية وتسعى تقريبا كل العسكريين هذا استحقاق لكل العسكريين على هذا تصور طبعا ومع الأسف الفاسدين هم اللي أثاروا هذا الموضوع حاولوا أن يمنعوني من دخول الانتخابات وسيحاولون ولكن أنا إن شاء الله موجود فشلك محاولتهم لبعدي فشلك محاولتهم دكتور فشلك محاولتهم لبعدي الحمد لله فشلك والقضاء والقضاء حكم لصالحي قرار كان قوي جدا وواضح لأنه استند على حقائق وأني أثق في القضاء العراقي مئة بالمئة الله يبارك بيك وكلمة أخيرة الكل اللي يشوفونك وتحديدا أبنائك وأخوانك بالمؤسسة العسكرية فضل دكتور والله كلمتي طبعا أنا لا يفوتني أن أيضا أوجه التهنئة إلى الإخوان في وزارة الداخلية في يوم غد هو عيد تأسيس الشرطة وهم أيضا لهم دور كبير في القتال وقدموا تضحيات كبيرة ويستحقون منه كل التقدير والاحترام ومن العراقيين كلمتي الأخيرة أنه يجب أن تكون المؤسسة العسكرية هي الركيزة الأساسية التي يرتكز عليها الشعب العراقي وهذا ما أثبتت على الحرب ضد داعش أثبتت أنه المؤسسة العسكرية هي التي قادرة أن تجمع العراقيين وهي التي دافعت عن العراق ودافعت عن مختلف محافظات وأراضي العراق فضرورة الاهتمام بالمؤسسة العسكرية والبناء المهني والوطني وبتراتبية موضوعية ويجب الاعتماد على المؤسسة العسكرية والخلاص من تعدد الجهات الأمنية والعسكرية في البلد ودعم وزارة الدفاع بشكل كبير لأنه هيبة كما ذكرت هيبة الدولة بهيبة جيوشها وأنا أشكركم مرة أخرى شكرا جزيلا على هذه الاستضافة وإن شاء الله الخير قادم بإذن الله بوجود الخيرين من العراقيين والقيادات السياسية المحترمة إن شاء الله حياكم الله شكرا جزيلا إذن لهذه الإطلاع الخاصة للمقاتل الدكتور خالد العبيدي وزير الدفاع السابق أنا ما أحب والله أقول السابق كان وزير الدفاع بمرحلة مهمة متاريخ العراق لمدة سنين هذا العنوان الحقيقي لأنه أكون مرار الشخصيات تنطبع بالذاكرة وأنا أحب الإسباع أهل الإسباع والله ما نشوف رجل سبع وقفوية لأنه هي الدنيا الدنيا تسباع مو راق الراق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة